وهل سيلوح ثانية باستقالته إذا ما تعرض لضغوط جديدة؟ هل سيكون الخيار الديمقراطي الذي سيخرج به علينا مقترناً باحترام إرادة الشارع العراقي في اختيار المكلف الجديد؟ ويكون خياره صالحاً للاستهلاك الاحتجاج العراقي ومطامحة؟ وهل سيكون خيارات القوى السياسية هي الاستجابة للتظاهرات؟ أم الاستجابة للمحاصصة المعتادة وتحاول الضغط على رئيس الجمهورية لإمرار شخصية جدلية وفي نفس السياق؟ هل سيكون خيار رئيس الجمهورية ذهب باتجاه تكليف شخصية مستنسخة عن علاوي؟ تساؤلات عديدة نحملها في حلقة حديث بغداد لهذه الليلة واللي راح تكون بعنوان صالح وضغوط المصالح